السلام عليكم مرحبا بكم معايا في قناة وصفانيت اليوم شاء الله غتشوفوا معايا طريقة تحضير بيزا بالعجينة خطيرة جدا كتجيه شيشة جدا 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 ونجحة وبطريقة تحضير اللي هي جديدة ومختلفة كنتمنى من كل قلبي ان فيديو اليومين الاعجابكم ونتمنى ايضا انكم جربوها فكتجيه خطيرة جدا في المداق طعمها رائع 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 نتمنى جربوها اكيد غديتنا الاعجابكم شتمعي الي جينا هي جينا بسيطة بدون حليب وبدون بيض والاهم انها كتجي ناجحة ورطبة وبدون دلك شكرا لكم على حس المتابعة يلا كنتوا اول مرة تزالوا القناة ما تنسوش تشتركوا اضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد نخليكم الان هما راح يلتحضير وكنتمنى نتابعوا مع الفيديو الاخر على بركتي الله كمكونات كنحتاجوا اولا الملح حسب الحاجة تقريبا نحتاجوا ملعقة صغيرة غير ممتلئة جيدا ملعقة صغيرة من توم بودرة او توم المجفف ملعقة صغيرة من المطاغض او الخردل كتساهم في ان العجينة للبيتزا تجيها الشك اكتر كذلك كتحسن المداق عدنا ملعقة كبيرة غير ممتلئة جيدا من الخميرة لان الجو ماشي بريد جدا عدنا ملعقة كبيرة من الزعتر والزعتر ضروري في البيتزا عدنا ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات البيكين بودر وبالنسبة كذلك نحتاج الكأس ونصف من الماء الدافئ الماء يكون دافئ بحيث تستحملوا درجات الحرارة دياله وهنا عدنا تولوت كأس من الزيت كتاخدوا كأس كتحاولوا تقسموه على ثلاثة وكتعملوا تولوت دياله وهنا يا الدقيق غادي نعملوها لحسب الخليط ديال الماء والزيت غادي ندوزو التحضير اولا لبركة الله كنوضعوا المقونات جانبا كنجيبوا اناء العجن كنوضعوا فيه الماء لضروري انه يكون دافئ جدا باش تختمروا بسرعة كنضيفوا اولا الخميرة نحركوا كنحاولو ندوبوا الخميرة في الماء ومن بعد ما كنضوبوها كنضيفوا الزيت كذلك كنحاولو نحركوه نضيفوا الملح الملح الكافي انا نعمل تقريبا ملعقة صغيرة غير ممتلئة جيدا ومن بعد غادي نضيفوا توم بودرة مقدار ملعقة صغيرة فانتمنى تجربوا هاكا جرائعة في الطعم ديالها ديال العجينة كنضيفوا ملعقة صغيرة من المتاغد او الخردل ونحركو نحاولوه نحركو مع المكونات من بعد كذلك كنضيفو الزعتر ملعقة كبيرة كنمروها كباليد او لا ممكن تعملوه حتى مطحون والان فكنجيبوه دقيق ونضيفو لي ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات نحركوهم مع بعض باش كتعطينا الخميرة المفعول لها اكتر وكنضيفوه للمكونات السابقة مع التحريك وهنايا راكنبقى ونضيفوه دقيق بشكل تدريجي يعني شوية بشوية حتى كنحصلوه على العجينة اللي تكون متماسكة مهم كالعجينة ديال الخبز تماما كالعجينة ديال الخبز هنا غدي نحركو بالخلاط اليداوي من بعد ما غتلاحظو العجينة راه بدات تتجمع كتزولوه وكتستمرو اضافة الدقيق فقط باليد وهنايا بعد ما اختامرت العجينة غدي ندهن هاد الاناء قبل قليل من الزيت ونوضع فيه العجينة غير باش من بعد من اللي نبغيو نزولوها من هاد القلب او من هاد ازلافة غدي تزول بسهولة نغطيوها بلاستيك ايداوي ونخليوها تختامر الضعف الحجم دياله وهنايا بالنسبة الحشوة غدي نستعملو صلصة التماطر التماطم انا غدي نستعمل هدي لي بزيتون كتجي ممتازة جدا صراحة كتجي رائعة الطعم ديالها رائح وعدنا هنايا الفلفل غدي نستعملو الفلفل الوان وغدي نستعملو حبة واحدة من الباصل مهم هدي المكونات الاولى الفلفل نحاولو نقطعوه شرائط طويلة ضروري تقطعوه شرائط طويلة لاننا غدي نعملوه في الجوانب كما غدي تشوفو معايا لاحقا النفس الشيء يستحسن تعملوها كالفلفل الوان لما كاشتوفر عندكم ممكن تعملو لون واحد ناخدو ميقلات على النار حتى كتسخن نضيفو لها الزيت ونضيفو كذلك الفلفل نضيفو عليه الملح ونحركوه ونخليوه على النار حتى كيدبل وفي هاد الاثناء غدي نجيبوه كذلك نقطعوه الباصل الباصل نقطعوه الى مربعات صغيرة دان مربعات عادية يعني مربعات صغيرة الحجم الان في ميقلات اخرى نضيفوه الزيت كذلك ونضيفوه كذلك البصلة ونضيفوه الملح ونحركوها وهنا نبقى ونحركوه من حين لاخر حتى تنضجلينا الفلفل وكذلك الدبل البصلة هنا يا بعد ما دبلات البصلة غادي نضيف ليها الكروفيت اللي كيجي رائع جدا في الطعم ممكن تعوضوه بالدجاج ممكن تعملو اللحم المفروم ممكن تعملو الطون ممكن تعملو ديكرومي يعني كتعملو اي شيء متوفر عندكم وهنا يا بعد ما تضعف الحجم دي العاجينة كما اشترى كتضعف بسرعة ما جينا نحضروا الحشوة حتى الضعفات كنستخرجو منها الهواء وهنا يا غادي ننقص واحد الكيمية لانا عندي بنتي ما كتاكلش الحشوة فغادي نخليليها وحده غادي نعملليها فقط الجبن مع الطون يعني بدون طماطم وبدون بصل لانا ما تاكلهمش غادي نحتاجو الان الدقيق على بركة الله وورقة اللي غادي نعملو فيها هاد العاجينة لاحقا غادي نحاولون بسطول العاجينة على شكل مستطيل او لا مربع هنا دائما حاولو ترشوب دقيق في كل مرحلة ترشوب دقيق غير باش من تلتسقش لكم العاجينة على السطح دي العامل وبنسبة للعاجينة ما تكونش غليدة وما تكونش رقيقة وانتو ما كيبقى لكم الاختيار غير خودوا بعين الاعتبار النهارة كتضعف في الفرن يعني كتضعف الحجم ديالا انا هنا بعد ما بسطها غادي ناخد الورقة اللي شاركت معاكم في الاول ندهنوها بالزيت هكذا باش ما تلتسقش معاها العاجينة وغادي نوضعها فوق العاجينة وغادي نقلب العاجينة مع الورقة يعني ممكن تعملو الورقة وتهزو العاجينة وتوضعوها فوقها نفي الشيء غادي نحاولو نقادو العاجينة بحيط تكون هكا مستطيلة والان غادي نجيبو الفلفل اللي قلت لكم نخليوه طويل كنعملوه في الجوانب على تشكل غادي نعمل اخضر احمر اصفر نفس الشيء المهم اخضر احمر اصفر هكا باش كي يجي هكا ملون شتو كنقادوهم وهنا نفس الشيء غادي نعمل جوانب لاحقا غادي نحاولو ان انا نضغطو اولا نلفو العاجينة على بعضها على هاد الفلفل ايلا بغيتو تعملو معه الجبن ممكن لكن انا غادي نخليه غير هكاك عادي يعني بدون اضافة الجبن وهنا نفس الشيء غادي نعملو الجهة الاخرى فاش تلفو عليه العاجينة حاولو تضغطو عليها جيدا باش تلتاصق وما تفتحش لكم في الفرن وإلا بغيتو تلتاصق مثلا جيدا ممكن تضيفو ليها الماء لكن هنا ما غاديش نحتاجو الماء غادي نضغطو عليها فقط بالاسبع نلفو العاجينة التانية من نفس ديال طريقة ديال الاولى ونفس طريقة غادي نعملو الجوانب الاخرى بنفس يعني نفس الشيء وهنا هي كما شتو عملت الجوانب غادي نجيبو حد الشوكة غادي نحاولو اننا انتقبو العاجينة جيدا كذلك هاد الشوكة غادي نحاول نمررها للجوانب باش تلتاصق لينا او ليلتاصق ذيك العاجينة اللي اللي يطوينا على بعضها ومن بعد غادي نجيبو الميقص وغادي نبدو نقصو بشكل مائل على هاد شكل راه الحوشوة او لادك الفلف والالوان كي يبانو لنا من الجوانب شفتو غادي الان غادي نجيبو لطرف وغادي نبدو نجمعو العاجينة بحيط تبالينا الفلفلة من الوسط ديالها شفتو معايا يعني بهاد الشكل كنجمعو العاجينة نتمنى الطريقة تكون واضحة غادي نزيد نقرب لكم اكتر شفتو معايا مويم كنشدو العاجينة كنطويبها على بعضها بهاد شكل شفتو وهنا بنفس طريقة غادي نعملها لكامل جوانب يعني جوانب كلها غادي نعملوا ليها نفس طريقة كذلك تغطو علي العاجينة جيدا باش ما تجمعش لكم في الفرن شفتو معايا كيفاش كتجي ما شاء الله كتجي راقية في شكل وتجيه شيشة في المدق أرقى وهنايا غادي نجيه غادي نوضعوا الصلصة ديال الطماطم كنحاولو نوضعوها في الداخل ديال العاجينة او في الداخل ديال البيتزا من بعد غادي نضيف هاد الكروفيت مع الباصل ممكن تعملوا كما قلت لكم اللحم الدجاج الدكرومي اي شيء نتوفر عندكم غادي نعمل كذلك الفلفل الوان المتبقي كنعملوه وكذلك هنايا كنجيه في الاخير كنجيبوه الموزاريلا او لا الجبن الاحمر اللي كيتوفر عندكم انا عملك الموزاريلا يلا بغيتو تعملوها حتى من بعد يعني حتى الطيب بيتزا ممكن لكن نعملوها من الاول كتجيه خطيرة في المدق كيجي رائع يعني كتطيب وكتنساجم مع ديك الصلصة ومع المدق كوفيت كتجي ممتازة غادي ندخلوها للفرن اذا ها هي بعد ما خرجناها من الفرن غادي نقطع لكم قطعة تشوفوا معايا كيفش كتجي كتجي ممتازة رط برطبة جدا وخطيرة بغيتو تحمروها اكتر من الجانب والجوانب حمروها من الاعلى انا ما غديش نحمرارها طيبة شفتوا معايا يعني الناس جميئة بالمئة بغيتو كتجيبكم الاشياء تكون محمرة حمروها من الجوانب كيبقى لكم الاختياء شوفوا العجينة كيفش كتجي شيشة ورطبة جربوها على حسابي غادي تعجبكم مليار في المئة ونخليكم الان ونطلقوا فيديو قادم فصفة جديدة أستودعكم الله الذي لا تدع ودائع والسلام عليكم